اشتركوا في القناة وانتصاراتهم الكبيرة في وجهة داءات الميليشية الانقلابية المدعومة من ايران معبرا عن تقديره للدعم الاخوي الصادق للاشقاء في التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة مؤكد نائب الرئيس تقدير القيادة السياسية بقيادة فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية لهذه البطولات الخالدة في مواجهة ميليشيات الانقلاب الحوثية الايرانية ازاء تصعيدها الاخير واعتداءاتها على ابطال الجيش وجه رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك وزارة الصحة العامة والسكان بعداد خطة وطنية شاملة لنشر وتوزيع لقاح كورونا كوفيد 19 الذي ستحصل عليه اليمن خلال مبادرة كوفاكس وعبر مكتب منظمة الصحة العالمية وعبر منظمة الصحة العالمية وبدعم من مشروع مركز الملك سلمالي لغاثة والعمال الانسانية وشدد الدكتور معين عبد الملك خلال ترأسه في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا بقيادة وزارة الصحة العامة والسكان على ضررة مراعاة تغطية الخطة لجميع المناطق اليمنية واعداد برامج التسجيل لبيانات المستهدفين لحصوله على اللقاح بدءا بذات الأولوية وفقا لمعايير وإطار العمل بالقيام المتبعة للتطعيم ضد كوفيد 19 صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف دعم شرعية في اليمن العميد الروكناتورك المالكي أن قوات التحالف المشاركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرتين دون طيار مفخختين أطرقتما ميليشة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستداف المدنيين والعيان المدنية بمدينة خميس مشيط وكثبت ميليشة الحوثي مؤخرا من تصايدها العسكري تجاه أراضي المملكة واستداف المدنيين والعيان المدنية فيها كان آخرها استداف مطار أبهى الدولي المكتض بالمسافرين والعاملين المدنيين في عملية إرهابية قوبلت بتنديد عربي ودولي واسع تمكنت الدفاعات الجوية للجيش الوطني في محر عزال بمدرية باقم شبال محافظة صعدة من إسقاط طائرة مسيرة مفخخة طلقت ميليشة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مواقع الجيش الوطني وأوضح المتحدث الإعلامي لمحور عزال المقدم مازن الشوكي أن الدفاعات الجوية التابعة لمحور عزال تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة حوثية كانت تسادف مواقع تمركز الجيش الوطني في مدرية باقم مشهرا إلى أن إسقاط هذه الطائرة يأتي ضمن سلسلة طائرات حوثية أسقطتها دفاعات المحور خلال الفترة الماضية تتواصل لليوم الثامن على التوالي المعارك في مأرب بين قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية ضد ميليشة الحوثي الإرهابية وذكرت مصادر عسكرية أن قوات الجيش حققت اتنصارات كبيرة على ميليشة الحوثي وسعدت كافة المواقع التي سيطر عليها الحوثيون كما سيطرت على عدة مواقع جديدة واستراتيجية وأضحت المصادر أن قوات الجيش الوطني تحولت من الدفاع إلى الهجوم في الجبهات الجنوبية والغربية والشمالية الغربية للمحافظة للمرة الأولى منذ بدء تصعيد الحوثي المسلح على المحافظة قبل أسبوع موقعة خسائر كبيرة في صهوف عناصر الميليشية تمكنت قوات الجيش الوطني في جبهة الضالع من التصدر هجمات حوثية واسعة على عدة مواقع عسكرية وقال مظر عسكري أن إن مليشيا الحوثي شنت عدة هجمات باتجاه مواقع الجيش الوطني جنوب بلدة صبيرة وجبل صامح ومواقع جنوب بلدة جار في منطقة العودة وتمكنت قوات الجيش من التصدي لها بعد معارك أسفرت عن مقتال وجرح عدد من الحوثيين فيما لذى البقية بالفرار وتجددت المعارك بين قوات الجيش الوطني ومنشل الإنقلاب الحوثية في عدة محاور شمالة وشمالة غربي محافظة الضالع بعد هدوء حذر شهدته جبهات الضالع خلال الأيام الماضية تخلى له قص مدفعي متبادل بقذائف الهون والأسلحة المتوسطة نهاية المجهزة أشكركم طيبا المتابعة للقاءة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر